امير تابوك وزير التعليم يدشن برنامج استفادة لتمكين المدارس الاهلية من الاستفادة من المرافق التعليمية التي يملكها القطاع الخاص التعليم السعودي والقطري يوقعان مذكرة تفاهم لمشروع البرنامج التنفيذي الثالث في المجال التربوي والتعليمي التجديد لثلاثمائة واثنين وثلاثين معلما في المدارس السعودية بالخارج وإنهاء تكليف مائة واثنين وثمانين آخرين مدير جامعة حائل يفتتح معرض الكتاب الخامس والبرنامج الثقافي المصاحب له مجلس جامعة جدة يقرر تطوير السنة التحضيرية وتقديم بعض التخصصات المبتعث السعودي في أستراليا ظافر الأحمدي يسجل إنجازا جديدا باكتشاف طريقة جديدة ومبتكرة تساعد في الكشف المبكر عن إصابات الدماغ للأطفال